موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الكرام أهلا بحضراتكم في يوم جديد وعالم جديد من تفسير الرؤية والمنام على قناتكم المميزة جدا جدا الصحة والجمال وحلقتنا النهاردة اسمها شفت منام يارب يجعل مناماتكم كلتها جميلة فيها سعادة وفيها راحة فيها بشرة من الله سبحانه وتعالى بالخير والرزق وتحقيق الأمنيات أهلا بحضراتكم كل عام وأنتم بخير النهاردة هنتكلم في موضوع جميل جدا كل الناس بتشوفه طبعا احنا خارجين من العيد ورمضان كل سنة ونطيبين أكلتوا لحمة كتير وكفتة النهاردة هنتكلم عن موضوع السمك في المنام طبعا كتير جدا بيشوفهم السمك في المنام بس أنا بحب دايما أبدأ أي حلقة أو أفسر مع أي حد أصلى على سيدنا النبي الأول أقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله طب كل اللي شايفني وسامعني يلا يصلي معايا على سيدنا النبي ويقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم النهاردة يا جماعة هتشرف بحضراتكم وطبعا هتلقى اتصالاتكم وأي حد عنده منام أو حلم يتفضل إن شاء الله يتواصل معايا على الرقم المكتوب على الشاشة إن شاء الله النهاردة ربنا يسهل علينا ونقدر نفتكم ونقدر نوصل لكم معلومة تكون صحيحة بعلم من الكتاب والسنة طيب بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة عن رؤية السمك في المنام وأظن إن كثير جدا جدا من أحبابنا وإخواتنا الرجال والنساء بيشوفهم السمك في المنام كتير جدا جدا فبيقوم عايز أعرف تفسير المنام فبيقول لي دوان ويقول لي ده طبعا ده بيقول كلام وده بيقول كلام ولكن عايزين نتكلم كلام بالعلم علشان صاحب المنام يرتاح توكلنا على الله رؤية السمك في المنام بيكون جميلة جدا ولكن السمك له أنواع والسمك بيكون فيه سمك مشوي سمك صاحي سمك ميت سمك مألي فبيكون فيه أنواع كتير جدا جدا طيب السمك هنا في المنام أنا بحبه جدا لما بيكون كبير ويكون صاحي ويكون شكله حلو زريف كده ده بيدلل على إيه؟ ده بيدلل على الرزق الطيب الكتير أوى 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 لا مش كده كمان ده بيدل على بركة وعلى خير وعلى فضل من الله سبحانه وتعالى على الرأي بس لما يكون السمك كبير في المنام لما يكون السمك بسهولة بجيبه طيب هنا أنا عايز أتكلم في نقطة مهمة جدا جدا وهي السمك للإيه؟ الزغير وكبير كتير طبعا بيشوف السمك زغير وكتير من هنا بيشوف السمك الزغير وكبير هنا السمك الكبير لما يكون كويس لحمه خليكم معايا لحمه أكتر من العظم بتاعه أو الشوك اللي احنا بنقول عليه شوك لما يكون هنا السمك ده بيكون اللحم فيه كتير أكتر من الشوك أو اللي بنقول عليه السفا فده ده ليه على الرزق والخير الكتير اللي جاي في الطريق والمال الكتير قوي 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 اللي هيعم صاحب المنام طيب طب السمك الزغير يا بويحيا السمك الزغير هنا في المنام كثير من المفسرين قالوا عنه اللي يشوف سمك زغير في المنام اللي هو بيبقى صغير ده بيقولك ممكن هم ونكد وتعب صح وساعات بيكون رزق جاي في الطريق لسه أبادر عليه لأن طبعا السمك بيكون صغير عما يكبر فبيكون رزق جاي في الطريق طيب معنا اتصال طيب معنا اتصال للأستاذ هاجر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزيك أستاذ هاجر وانت طيبة بتقولي ايه يا فندم طيب قولي الحلم الأولاني ونخش على الحلم التاني بس ايه هاتيلي الحلم الأولاني كده كنت ايه انت حضرتك كنت ايه يا فندم للأسف الاتصال اتقطع اتصال بينا تاني هاجر المستنيك لازم اسمع المنامين بتوعد وانكمل ان شاء الله رؤية السمك في المنام طيب هتصلوا على سيدنا النبي رؤية السمك في المنام زي ما انا قلت كده وهاجي على السمك الزغير في المنام ليه بيكون هموم وبيكون تعب انا هفصل لك كده بالعمية كده واقولك ان السمك الزغير طبعا اما بجيب سمك الزغير بعد اكل فيه بالعافية كده بطلع اللحم منه بيكون العظم بتاعه كتير جدا فهنا بيتعبني على ما بطلع منه لحم على ما بطلع منه حاجة اكلها فهنا دليل على رزق متعب او رزق جاي في الطريق او الانسان ده بيعاني من بعض المشاكل المادية او المشاكل في حياته ولكن سريعا جدا جدا ما تزول هذه المشاكل او التعب او الضيق لان ما فيش تعب بيفضل زي ما هو مستمر ربنا كريم جدا جدا طب ايه اللي بحبه في المنام انا بحب رؤية السمك المقلي جدا في المنام والمشوي والسمك الصاحب ما يكون حجمه كبير اوي طب ليه لان السمك الكبير هنا واللي حجمه كبير بيكون اللحم بتاعه كتير اوي لما باجي اطلع اللحم كده او افصص اللحم من بعضه ما بلاقيش عظم ما بلاقيش فيه سفة ما بلاقيش فيه شوك فبلاقي لحم كتير جدا بقول لصاحب المنام استبشر خيرا فيه جايلك في الطريق فلوس كتير فيه جايلك رزق طيب ساعتا ما بقول للحالم او حدي بيشوف المنام بفصروله او بعبروله واقول له فيه رزق جايلك اه يوم حطت في دماغه مال فلوس كتير ويفكر كده طبعا احنا كناتنا عايزين فلوس طيب معانا اتصال تاني معانا الاستاذ الشيماء من القاهرة اه اهلا يا فندم بحضرتك اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا انا حلمت فيه اقول لها حسنا اهلا اتفضلي انا سامعك يا فندم اتفضلي وعلي صوتك شوية اهلا انا حلمت انا عمي وحلمت ان هو جاني في الجنان وتاني يالبة حمرة فيها ختمين بهب فيها ميز جنسك معلش يا اتصال شيماء تاني بالله عليك مسامع انا عارف ان الشبكات الشبكات دلوقت مش مزبطة بعد اذنك تأكد من الشبكة كده بس لاني مسامعك فعلا انا حلمت ان عملي ميز تمام عمك ميز الله تمام طيب تمام 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 شكرا طيب اسمعيني من التلفزيون ما شاء الله الاستاذة شيماء شافت ان عمها المتوفي جايب لها ختمين وجايب لها هدية في المنام وجايب لها ميز جنيه فكة طيب هنا انا ببشر استاذة شيماء ان عطية الميت بتبقى عطية طيبة جدا جدا بصوا جماعة الله سبحانه وتعالى لما يمن على الانسان بمنام لطيف منام مبشر منام في خير بيبعت الميت بامور طيبة اوي اوي بيكون المنام مطابق للكتاب والسنة ما فيش اي تدخل من الشيطان ما فيش اي برجلة في المنام طيب هنا جايب لشيماء وامة دي لها عمها هدية ودى لها ختمين ومي جنيه فكة او حتى مجمدة انا عايز رقم مية بس كده فهنا دليل على عطية الميت عطية طيبة جدا جدا بتكون فاخير واحيانا في منام التانية بتكون العطية مش حلوة فهنا الاساسة شيماء لما تشوف ختمين اظن انا كنت نفسي اسأله بس هي قفلت بسرعة هي شكلها انسة فشكلها ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمة اذا كانت انسة سمعيني يا اساسة شيماء اذا كنت انسة عزباء سوف يتقدم لك الشخصين هيكونوا جمال جدا هيكونوا مناسبين هتحترق تختاري مين فيهم ولا مين فاذا تم هذا الامر فعلا زي ما انا قلتلك صل استخارة وخضي افضلهم طيب انا قلتلك عطية الميت جميلة جدا ليه لان الميت هنا عمك الميت روح الله سبحانه وتعالى يبعث هذه الروح اليك فهنا المنام من الله من الرحمن الرحيم ببشرة لك بخير المية هنا نصرة تحقيق امنية تحقيق اشياء كتير عندك جدا جدا اذا كان لك عدو ينصرك الله سبحانه وتعالى علي والله اعلى واعلى منام جميل بشرة استبشري خيرا طيب معنا تصل تاني معنا الاستاذ زينب من القاهرة اهلا بحضرتك استاذ زينب سلام عليك حضرتك بقول لحضرتك انا دايما نحلم ان انا عايز اخرب من ذيك زي نفأ او وضة ضيئة او حاجة فانا مش عارف يعني مستمر الحلم ده معي جدا جدا يعني بابقى خايفة ومرعبة ان انا مش عارفة ازاي اعدي من باب صغير او من نفأ او حاجة دقيقة علي جدا تمام بابقى نفسي اعدي منها جدا تمام ومتكرر الحلم ده قوي 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 متعب نفسي استاذ زينب انت حضرتك متزوجة لا ارملة نعم ارملة انت ارملة ارملة يا رب يقف جنب منك يقبونا يقف جنب منك ويساعدك في حياتك ان شاء الله ولكن يا استاذة زينب انت معايا سامعني ايو حضرتك اه انت حضرتك انت حضرتك ليه شيء للهم اوي اوي كده وحطها على كتافك ومكبرة الدنيا ده دليل على انت كثيرة الهموم اوي اوي ومش وكلا يعني عايزة تخرج من اللي انت فيه يعني شكلك كده عندك بعض الضائقات عندك بعض الامور اللي مضيئة عليك اوي اوي الكلام ده صح ايو صح طيب المنام بتاعك دو منام نفسي يعني ايه منام نفسي يعني هنا بنخش في علم النفس ان انا بقولك اهدائي خالص علم النفس بيقولك ايه طب اسمعيني اسمعيني يا استاذة زينب من التلفزيون اسمعيني من التلفزيون طيب يا استاذ زينب هنا علم النفس بيقولك ايه في امر جميل جدا بيقول الانسان اللي بيبقى زي حضرتك كده تعبان لازم المنام ده يقرر معا ليه لأنه بيبقى شاي الهموم ونكد وأكيد مفيش حد في ظهرك أو أكيد بحدي بيساعدك دلوقتي زي ما أنت قلت أن أنت أرملة وأكيد بتربق أولاده والله يكون في عونك في هذه الأيام الصعبة فده دليل على عناء دليل على التفكير دليل هنا على الحالة النفسية عند حضرتك هي بتضغى على فكرة جمد قوي قوي وعليك بكل قوة فما بتقدريش تتطلعي اللي جواكي أتمنى من حضرتك تشوفي أقرب الناس لكي حتى لو أولادك تحكي معاهم فاتفضي معاهم اتكلمي معاهم عايز أقولك كلمة تاني المنام ده تقرر معاك تاني أنا عايزك تعودي مع نفسك كده وتقولي أنا ما عنديش حاجة علم النفس بيقول كده أنا ما عنديش حاجة أنا كويسة أنا ما عنديش هموم أنا ما عنديش ضيق أنا حلوة جدا 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 وخليك مع ربنا سبحانه وتعالى ودعا ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك اللي انت فيه وأنا بدعيلك دلوقتي وكل اللي معايا يدعولك ولي بسمعوني إن ربنا يفك عنك ويا رب يصبرك ويا رب يكرمك كده بخير وفرح ويعواضك في أولادك وتفرح يا رب إن شاء الله يا سيد زينب طيب هنرجع تاني لرؤية السمك في المنام وكنا بنقول السمك المقلي السمك المشوي السمك الطري وعايز أقول حتة حلوة هنا جميلة كثير جدا جدا من أحبابنا الكرام بيشوف حاجة ونوع من الأسماك اسمه الأرموت فيقوم أول ما يشوفه يخاف ويقوم مرعوب يروح يقوله بقى كده ويقوم قاعدين كده على الكنبة كده أو في الأنترية يقوله صاحبه ويقوله ده سد أنا شفت أرموت فالتاني يقوله يا خبرة بيض ده الأرموت ده عم ما أسمع إن هو وحش جدا جدا ده أنا ما بسمع المنام ده وبسمع تفسيره من الناس دول بزعل جدا على طول أنا من هنا بقول لكم اسمعوني جيدا قوي لهذا الرمز بالزاد وهذا النوع من هذا السمك اللي هو الأرموت ده لأنه يشبه سمكة القرش بس على صغير النوع ده برغم إن كتير جدا بقولك ما بيأكلهوش وفي ناس بتاكله ولكن أنا بشوفه إن الأرموت في المنام رزء كبير جدا جدا أموال وخيل وخير وفرج ملوش حدود بكلمكم بجد ليه يا جماعة لو جينا نبصل للأرموت وتعالى نتكلم كده بالعامية أنا بجيب الأرموت كده وفي ناس بتتباحه وتقطعه فبيبقى فيه جيزة اللحم كتير جدا طب باجأ طلع منه الشوك بتاعه ما بلاقيش فيه شوك لحم كتير قوي يبقى كده لحمه أكتر من عظمه فهنا فيه رزء جاي في الطريق أنا بقول له فيه تاجر شاف إن هو باستاذ أرموت وداخل صفقة بقولك يلا خش بسرعة فيه ربح كبير قوي جايلك وبقدعيلي طب البنت العزباء كده لو شافت الأرموت وبتمسكه كده ومعاه أنا بقول لها ده فيه خير ورزء جايلك لأ ده مال ده رزء رزء آه رزء طب اسمعيني كده ما هو الرزء مش لازم يكون ماء منامي عزباء يالي ما تجاوزتيش فأنا ممكن الرزء يكون بركة يكون خير يكون حب الناس حواليك يكون مال جايلك في الطريق رزء إنه ممكن ربنا يا بعتلك شخص جميل جدا زي العسل مناسب لك هتتجاوزيه هو ده الرزء مش لازم الرزء يكون مال بس طيب من فترة كبيرة جدا جدا أخت كريمة رأت في المنام لأخت تانية في المنام إن هي بتصطاد أرمود فأنا قلت لها ما شاء الله ما حجمه أنا حجمه أكبر ولا صغير فقالت لي حجمه أكبر جدا قلت يا الله مبارك عليها إن ربنا سبحانه وتعالى بيبشرها برزء جاي لها في الطريق هيزعيدها قوي هيغير حياتها فبتقول الأرمود قلت لها الأرمود أتمنى من حضرتك إذا تحقق المنام بلغيني وعرفيني بعد فترة طبعا أنا هقول كلمة صغيرة جدا قبل ما أقول هي قالت إيه أنا أي حد ما يقدرش يجذب في المنام أي حد ما يقدرش يخترع كلام المنام يعني أنا ما جاء أقول منام وفسرته لن أتبلع على الله أبدا عارفين لي يا جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كده من تبلع على الله في المنام يأتي يوم القيامة ويأتي الله سبحانه وتعالى بشعيرتين يعني حبيتين من الشعير أو من الغلة ويقول لي الكذب في المنام إيه اللي هو إيه بقى إصطنع المنام أو ألفه من دماغه أربط الشعر أعقدهم في بعضهم أعقد إيه أقعد حبيتين الشعر في بعضهم الغلة تعرف تربطهم في بعض فده كذب المنام فده نوع من العذاب فمن هنا أنا بقول أمر مهم جدا إن السيطة دي لما جاء تبشرني لقيت عدتني مفاجئة كبيرة قوي طبعا أنا ما بحب أفصل المنام لازم بحب أعرف اتفصل بإيه وتحقق بإيه عشان هيفدنا طيب معانا اتصال معانا الأستاذة هاجر ألو السلام عليكم أهلا يا أستاذ هاجر وعليكم الشلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك يا فامر حضرتك أنا عندي حلمين اتفضلي أول حلم حلمت بطالقي إن هو جاي عندنا البيت ومعايا تليفون جديد شكله حيو معلش يا أستاذ هاجر من اللي جاي لكم في البيت؟ زوجي زوجي يعني أنا منفصلة منفصلة عنه دلوقتي انت متزوجة؟ لأ منفصلة عنه طيب انفصلت عنه تماما او وبعد كده حلمت إن هو وفي نفس الحلم يعني الشاحن بتاعه مش جاي عاودي يعمله في الفيشة يعني عشان يشل يدخل في الفيشة مش راضي يعمل معاه لان هو بتلت مخارج مش باتنين زي الشاحن العادي فجيت يعني حاجة وحطيت وعنا العمل فيه فقال له بص تتعاني ازاي بص انا شغلكلك ازاي قال لي طيب تمام فقلت لي دي بتاعت موما انا شغلتها لك مؤقتة قلت لك بتاعت شاحن جزيرة دي مش غالية بس وقل لي حركة الحلم التاني صغير جدا طب تفضلي بنت خالي حلمتني ان انا طلع عند خالي وهم كانوا عاملين مكارونا برشامالي وفيها لحمة كتير قوي فانا بقول لها انا جعانة جدا وكان معايا ابني فانا بقول لها انا جعانة جدا وقالف لي طيب باكولي واي قاعدت تاكني كتير انا وابني واعدنا ناكل كتير من المكارونا البشامالي طيب ماشي يا فاندم شكرا لحضرتك جدا هنطلع فاصل ونرجع تاني ان شاء الله لحضراتكم ابقوا معنا ونطلع فاصل وارجعنا لكم تاني بعد الفاصل اهلا بحضراتكم ويلا تعالوا يلا بسرعة جدا لنوا على التليفون عشان نفاصل مناماتكم ونعبرها طيب انا كان معايا قبل الفاصل كان معايا اخت كريمة بتتكلم عليها منامين المنام الاولان الجزء هطلقها الاولان طبعا يا سمعاني انا بقولك على فكرة المنام دوا انت هتساعده في حاجة سبحان الله يعني انت منفصلة منه وبتساعده هتساعده فعلا في حاجة سبحان الله ولكن انا بقولك هتساعده في حاجة ولكن المنام ده بيخش في نمط اضغاصه الاحلام من نفسيتك بتشوف المنام ده يعني اضغاص احلام يعني حلم بشوفه من الخيال بتاعي ومن كتر التفكير فيه او في اللحصان لي ولكن أضغاص الأحلام بيبقى لها تفسير على فكرة لأنها بتقص حياة الإنسان فما أقولك المنام ده أضغاصه أحلام ولكن في جزئية أن أنت هتساعد طالقك ده أما المنام الثاني ده منام بقى اللي أنت جعانة وحد قدام منك بيعمل مقارونا بشاملة المقارونا البشاملة جميلة جدا في المنام رز وخير جايلك ولكن أنت جعانة شكلك والله أعلم وكالك من المقارونا شكلك على فكرة أن أنت ظروفك المادية من فترة أو دلوقتي مش كويسة لأنك أنت جعانة تمام كده؟ لما تكري من مقارونا أو حتى تشوفيها ده دليل على الرزق اللي جايلك في الطريق على خير طيب أنا قلت الرزق أنا مش شرط يكون مال بس ممكن يكون مال طيس يصير أمور ربنا هيفتح عليك خير قوي 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 وفي مفاجأة جميلة جدا أن هقولك عليها من رأى في المنام أنه جعان جائع ده عمره طويل لأنه لسه جعان لسه هيكل من الدنيا لسه هيكل ويشرب هيكل ويشرب إنما أنا بخاف من الشبع فهمتي؟ فده منام جميل جدا أنا ببشرك فيه وببشرك بيه بقولك رزق جايلي فيك الطريق خير إن شاء الله والله أعلى وأعلم طيب معنا اتصال الأسازة هدى السلام عليكم أهلا يا فندم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي حلمين صغيرين يا فضلت الشيخ اتفضلي وأمورين يا فندم حلمت آآ والدتي متوفية فأنا حلمت إحنا كأننا قاعدين نعمل معرجانات اللي هي زي القرص والحاجات دي بالجبنة حاجات بالجبنة كده محشية آآ فأنا كأنني شفت والدتي قاعدة فأختي أدتها كباية شاي بلبن فأنا قلت لها أجيب لك قرص من الحاجات اللي احنا بنعملها دي تاكليها مع الشي بلبن يعني هي ما كانتش عايزة بس أنا جبت لها هي بتقالت لي أنا بس عايزة برشان الضغط عايزة إيه؟ عايزة برشان الضغط برشان الضغط برشان الضغط آآ كمام هي في يعني أنا بسهمته بتقول إن هي ما جابتهوش إيه يعني عشان يبقى فيه قرش في إيدها زي ما تكون إيه مثل اللي أم تستغطر في نفتاها مثلا الدواء أو كده أم قالت إن أنا عشان يبقى فيه قرش في إيدي ومش عارش في إيه وكده آآ فبعدين أنا ماشية في الطريق شفت كأن فيه عروسة يعني لبسة تستنى الصورية كأنها الخطوبة يعني آآ بس لما أردت منها لقيتها إن هي مش مش واحدة جديرة يعني زي ما تقولت في 12 سنة أو حاجة بس لبسة تستنى واسع قفلة بالشارع كده هي ماشية بس وخلص منها من الأولان أسألك سواء يا أستاذة هودا بعد إذن حضرتك أي قماش ماما؟ ماما الله رحمة طبعا أنت تعملوا قرس ومعجنات طبعا دي جميلة جدا وأمور طيبة بس يا أستاذة هودا أنت حاطك متجوزة ولا أنيسة ولا إيه عارفيني آآ لأ متزوجة أنت متزوجة وعندك أولاد تمام لأ مفيش أولاد بقالي كم سنة؟ بقالي فترة طويلة كذا سنة يعني كم أخ وأخت حضرتك؟ إحنا 9 7 7 بنات وولدين ما شاء الله ربنا يبارك فيكم ويحببكم ببعض عطول مين يا أستاذة هودا تعبان بيعاني في حياته دلوقتي؟ من إخواتك؟ مش عادي يعني تقول لنا عادي لا مش عادي لا مش عادي ماما جاي الميت جاي في المنام طالب عايز البرشام عايز الدواء بتاعه وإنت قلت لماما هعمل لك باية شاي أو كلام من دواء عايز تديله حاجة تمام كده؟ أولا أنا أولا أنا بقول لك أني أنت تروح تزور ماما في قبرها عشان تستأنس بكم وفي الأول وقت التاني أنتوا تطلعوا لها صدقة وتترحموا عليها ولكن هنا أنا عايز أعرف مين منكم أنت أو إخواتك بيعانم من أمر مسبب له ضيق أو مسبب له بعض المشاكل في حياته فيه يا أستاذة هودا فيه حد من إخواتك أنت خايفة تقول لك؟ فيه أبت نية طبعا لا مش خايفة بس مشاكل الحياتية يعني لا في حد يا أستاذة هودا اسمعين فيه حد محتاج من إخواتك لإما مساعدة بالمال لإما أقف جنب منه مين؟ أنا والله يا أستاذة مش عارفة مش بجذب بس فعلا مش عارفة ممكن يكون هي كاتوم أحنا مش عارفين اللي هي فيه طيب يعني إخواتك يعني إخواتك أنت ما تعرفوش عنهم حاجة خالص؟ لا أعرف طبعا إحنا عارفون مع بعض طيب يعني الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كويسين كويسين مع بعضكم؟ آه الحمد لله هنا بقول هنا هنا بقول هنا حضرتك بقالك كم سنة من خلفتيشي؟ ممكن سبعة وشر صالح آه عندي كم سنة؟ آه مصورة وثلاثين طيب أنا كده تفسير مصبوط بس أنا حبيت الأول أعرف في حد تاني من إخواتك عنده مشكلة ولا لأ ولكن ماما زعلانة عشانك أنت لأنك أنت لسا من أنجبتيش وشكلك زعلانة جدا جدا من هذا الأمر وزوجك كمان ولكن أنا عايز أقولك معلومة أو بشارة حلوة أوي أنا عايزك تطلع صدقة لماما وتروحي قدام القبر بتاع ماما كده وتكلميها وتدعي لها وأول ما تقف هناك صلى على سيدنا النبي كتير أوي 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 تمام؟ وعايزك تدعي ربنا كتير وعايز أطلب منك طلب نفذيه ابقى دعيلي لما تنفذيه ويتحقق طب الخط قطع طب اسمعيني اسمعيني من التلفزيون طيب هقولك على مفاجأة جميلة جدا أنا عايز حضرتك يا رب كوني سمعاني أنا عايزك تجيبي إما معزة أو خروف إن كان عندك مقدرة إن ما كانش عندك مقدرة براحتك قالص حوشيهم وتتبحي لله وتفدي نفسك بيه لإن يا أستاذة شكلك عندك حاجة صغيرة مع الطالة الخلفة عندك أو عند جوزك تمام كده؟ ثانيا هتتبحي بنيت إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من الأولاد يعطيك من الخلفة قولي يا رب كدك يا ربنا طلع طولك ويعطيني يا رب العالمين زي ما سيدنا إسماعيل ربنا سبحانه وتعالى نزله كبشين كده عشان يفدي بيه فهنا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان ابنه الوحيد اللي خلفه يتبحه فربنا سبحانه وتعالى بعد أن محقق الرؤية سيدنا إبراهيم نزله كبشين جمال قال له وفديناه بذبح عظيم بقولك إفدي نفسك وجوزك عشان ربنا يرزقك وطبعا أنا بيتهيأ لأول مرة حد يقولك كده طب جربي طبعا ربنا الله لا يجرب ولكن توكل على الله إذا كان عندك مقدرة وفرقه كله للغلابة للمساكين إيه وتخدي منه حاجة تمام كده هو دع لك لكي أكيد انت صرفت فلوس كتير جدا عند الدكاترة ولفات مؤلفة علشان تخلي فيك إنجاب إنجاب أو تجيبي دوة أو أشعات أو كلام من ده وما حصلش نتيجة يلا روح اشتغل مع ربنا وأنا دايماً بقول يا جماعة اللي عايز يحقق أمنية اللي عايز يحقق حاجة يروح يشتغل مع ربنا منفعش العبد منفعش بني آدم منفعش الدكتور منفعش منفعش بني آدم أروح مع ربنا بقى روحوا ربنا واشتغلوا معاه وهيدكوا قوي لأنه هو كريم وهو اللي بيدي وهو اللي بيعطي والله أعلى وأعلم طيب إحنا هنرجع تاني لرؤية السمك عندنا هنا السمك أنواع إحنا قلنا ماشوي مائلي طيب معنا اتصال تاني شي ماء الكاهرة آية يا جي أهلاً يا فندم عليكم السلام ورحمة الله وبرجير أهلاً يا فندم أحضرتك من شوية أنا أولاً مطلقة إنت حضرتك المطلقة وكالت المكرونة بشاملة لأ بتاعي تتخدمين الدهب طيب حضرتك حضرتك أنت أول اتصال والأسف الخط أطعب أيوة أنا قلت أول تتصر الخط أطعب لما قلت حضرتك أني عندي داني خزمين بغض والداني لي الجنيه طرام؟ أنا مطلقة طرام؟ فسيحة مطلقة آه آه أنت مطلقة آه طيب يا أصوص الشايماء معلش أنا آسف أسمعك وأسمعك إن شاء الله ولكن إنت حضرتك بتقول أنت مطلقة يعني أنا ما روحتش بعيد أنت مطلقة يعني بدون راجل بدون زوج وأنا قلت لك أنت أنيسة والأنيسة برضك بدون زوج فأب شري خير ولكن كان حد مدايقك وليك عدو ربنا هينصورك عليه ويحقق لك اللي أنت بتفكر فيه طيب ليه حالي تاني هاتيي يوم هاتيي تحت أمرك أنا حاليبت أني أنا وحدة قريبت في روحنا الترط طيب روحته فين؟ كان في أرض صادية الترط المقابر المقابر تماما وكان في أرض صادية دامة المقابر دي كان معمول فيها فرح كبير قريب طيب طيب كان في حد رسا جيت الفرح وإحنا بنعادي الناحية التانية عشان نروح الترط في مكان زي جامع أو بيت كنا قاعدين فيه وفيه مسايخ بيكراقوا قرآن وكده وفيه فتات قاعدة فواحدة بتكلمني بتقول لي انت ما بزا علانة ليه قلت لها تا بيستني أنا حتنى وبعد كده هارجع أكلمك حاولك فيه راخد أي شي خلاص ما فيه فأطلعها تجي انت عنه كانت معيه ضعيني نحية ومرضيك شدها لها قلت لها نسمعية طيب يا أستاذ شيماء انت بتعاني جامد قوي وشكلك زعلانة من حاجة وشكلك الدنيا ملخبطة معاك الكلام ده صح صح ربنا يا رب يعينك ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيقف جامد منك وهيفرضحك ورؤية ان انت حضك في المقابر دليل ان انت بتعاني قوي 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 من بعض الهموم والنكد ولكن ان شاء الله ربنا هيزول عنك ما انت فيه ولكن لو انت لاحظت وانت ماشية فيه أرض فضية واسعة انا بحب اللي واسعة فده اتساع لك وفرج بخير ان شاء الله جال فيك الطريق ولكن الناس اللي بتقرأ قرآن فاقرأي من القرآن على قد ما تقدري عشان ربنا يزيح عنك ليه لان انا ما بعب كده بكون تعبان او بعاني وبقرأ قرآن فبلاء ربنا سبحانه وتعالى بيريحني عصابي بتهدى كلام ربنا بكلم ربنا برتاح فهينا المنام ان شاء الله في خير لحضرتك في بشارة ولكن اذا قرأت القرآن الكريم وذكرت الله واتجهت الى الله سبحانه وتعالى بالذكر ربنا يبدع عنك مشاكل كتير او 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 في عندك منام تاني شرفتين البرنامج دا هيتعاد امتا نعم البرنامج دا هيتعاد امتا ان شاء الله هنقول في اخر الحلقة ان شاء الله هيتعاد امتا باذن الله والله اعلى المؤسس الشهيماء شرفتين يا فندم طيب هنرجع تاني لرؤية السمك طيب طيب قبل ما نتكلم في رؤية السمك نصلى على سيدنا النبي كده يوم نجدد الصلاة على سيدنا النبي كده اللهم صلى وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله كل اللي سمعني يصلى على سيدنا النبي هيفرح هيسعد هيتفتح له الابواب المغلقة ربنا هيشفيه وربنا سبحانه وتعالى هيفرحكم بالصلاة على سيدنا النبي رؤية السمك الماء الجميل جدا في المنام رزق وخير وفرج تمام كده طيب ايه اللي نخاف منه في رؤية السمك طيب انا نسيت اقول لكم على حاجة ان المنام اللي انا فسرته للاخت الكريمة اللي هو بتاع الارموط اللي انا قلت لها بشريني بعد يا رب يتحقق لازم تبشريني المنام اتحقق ولا لا بالرزق اللي جاي له توقع يا جماعة بعد فترة كبيرة يعني شهر او اتنين لقيتها بتتصل بيا او تواصل معا بتقول لي يا ابو يحي قلت لها نعم قلت لي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الاخت الكريمة جالها رزق كتير جدا قلت لها رزق كتير جدا يعني ايه قلت لي كان عندها قطعة ارض زراعية داخل الكاردون مباني نص فدان يخش كاردون مباني يعني لو كان الاراض الفين خمس تلاف عشر تلاف لا ده الاراض وصل خمسمائة ستمائة سبعمائة الف جنيه يا الله يعني السمك في المنام بيجيب رزق بيجيب مل بيجيب خير اه لما يكون حلو لما يكون شكله جميل لما يكون في مفسر يعرف يفسر هولد تمام كده طيب اخاف من السمك امتى لما يكون السمك ميت لما يكون السمك فاسد بايز اخاف منه ده يدلل على ان بعض المشاكل في حياتي بعض المشاكل في الحياة الزوجية بعض المشاكل في شغلي كتير اوي 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 لما اشوف سمك ميت او اشوف سمك فاسد طيب ايه تاني اللي انا خاف منه في رؤية السمك اخاف من السمك المالح المملح السمك المملح يقول لكمان لما بيزاد الملوحة فيه بتكون بعض الهموم منكد أو تعب طيب هل كل السمك المملح تعب منكد وهموم أنا بقول لأ أنا بقول لأ فيه أحيانا ممكن يكون فيه خير بالرغم أن جميع المفسرين أجمعهم أن رؤية السمك المملح زي الفسيخ أو الرنجة اللي هي شديدة الملوحة بتأدي للهموم أو بتأدي للصعوبة في الرزق أو بتأدي لحياة مش طيبة ولكن أما أنا الحمد لله رب العالمين بحيثت جمد قوي لقيت أمر خطير جدا لقيت أن المنامات دي مش لازم نتكلم فيها بسهولة لازم ندق فيها أوى 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 طب ندق فيها إزاي حد شاف في المنام أنه هو بيأكل سمك مملح أما أقول المنفسر طبعا أنا قرأت عن سمك المملح أنه هو هم منكد أو ضيء أو عصر في المال أو 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 فصاحب المنام الله يكون في عنه هيجعز وهيكاف وهيبقى أيامهم زي بعضها هيبقى مرعوب ولكن هنا أنا بقول السمك المملح صحيح هم ونكد وكذا وكذا مش حلو مش محمود ولكن بقول لمين للي ما بيحبهوش في الحقيقة إيه ده فهمنا أكتر؟ آه بقول لك اللي بيحب السمك المملح في سيخ أو رنجة بيحبها في الحقيقة ومغرم بها وشفتها أني أنت بتاكلها في المنام رزق ومال جايلك طيب ما بيحبش ما بيحبش السمك المملح أو بيحب الحاجات دي في الحقيقة وشفتها آه شوية تعب وشوية هموم وشوية نكد بس سريعا ما يروحهم معنا اتصال أم مريم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذنها بك يا شيخ أنا كنت شفت حلم للأسف الاتصال اتقطع ياريت تعودين تاني عشان اسمع منامك وعبرهولك توصل معنا تاني طيب يا جماعة هنا أنا بقول السمك المملح وحش صحيح مش محمود صحيح بس في أوقات وأوقات هنا أنا بقول لكم جميعا إن إشارات المنام بتختلف من أخ الأخ أخت الأخت راجل لراجل حالة نفسية الحالة نفسية معنا اتصال تاني معنا اتصال تاني الأستاذة ممحمد السلام عليكم إزايك يا ممحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وحضراتك إزايك يا حاجة ممحمد الله يدرك لا يخليه كل عام وانت بخير وطيبة وفرحانة وسعيدة يا رب أعلم يا رب عندي ثلاث أحلام برعا كلمات صغيرة كده ثلاث أحلام صغيرين جدا يلا بسرعة هاتيهم أول حلم ابن حلم إنه الرئيس رئيسي الصوت راح يا ممحمد أين أنت يا حاجة نعم أين أنت بقولنا حضرتك إيه بتحلم الرئيس السيسي بتنوى ابنك حلم بن رئيس السيسي إيه بيعلق له رجل أه لا بيعلق له دعوة تمام ده أول حلم تاني حلم يا حاجة سيتي محمد يا حاجة محمد ابنك شغل إيه ابنك بيشتغل إيه ابنك بيشتغل إيه محمد في الجيش في الجيش الله أكبر مساء الله آآ لا جون ديش في العسكري هو عسكري في الجيش آآ الحلم أنا حلم طب يا حاجة محمد آآ في حتة فيها الشبكة أنا عايز أسمعك منام الجميل أنا ما أقدرش إن أنا إن أنا ما أسمعش أي حد من الجيش المصري كلاتهم على رأس على يعني مش أقول إيه آآ التراب بتاعهم اللي بيمشوا عليها على رأسنا من فوق كلاتهم أجمعين الله يبريك لان عايز أسمعك يا أمي الله يخليك يا أمي الله يبريك لان آآ الحلم الثالث مسمعتش في الحلم الثاني الحلم الأول قلت لحضرتك الحلم رئيس السيسي الرئيس السيسي بيعلق الورود بتلوى تمام آآ والتاني حلم إنه الرئيس برضو السيسي بيأبني بيعدل له الجرطات تبتاحته فالرئيس قد له هي قويشة كده تمام الحلم الثالث حلمت إنه فيه مناسبة عندي سلفي أخبوزة عنده جاتوه ولحمة مستوية فانا بقول ايه ماخدش من غير مستأذن بحرام فماردوس شاخن الله الله يعني عنده جاتوه ولحمة مستوية وانت بتقول له لا حرام مش اخد حاجة لما مستأذن ايوا ده سلفي مش احنا اه اه سلفيك ما انا عارف يا فندي ما انا عارف سمعتك صح؟ اه عندي سلفي ملاجمة طيب يا حجم محمد نعم انا هفصلك بس عن شرب صدح تدعينا وتدعي للجيش المصري والرقاس السيسي والله يا ربنا يعني وتدعي سنيني وتدعي لقناة الصحة والجمال ان ياتب اكبر قناة على مستوى مصري والعالم العربي كلنا احنا بيحب قناة الصحة والجمال جدا والله طيب اسمعيني ابنك في الجيش دلوقتي صح؟ اه جلس طيب يلا اسمعيني من التلفزيون وهفصلك ان شاء الله منامك ما شاء الله السيت محمد السيت الجميلة السيت الام الطيبة جدا اللي انجبت شباب وراحهم الجيش المصري ما شاء الله عليهم تحية للشعب المصري تحية للجيش المصري تحية للشرطة المصرية ربنا يا رب يجعلكم في امن وامان ربنا يجعلكم في اعلى المراتب ربنا يحفظكم ربنا يجعل مصر وجيش مصر اكوى جيوش العالم ومحدش يقدر علينا ابدا ان شاء الله ويحفظ تراب مصر وارض مصر طيب الاخ الكريم شافر رئيسي السيسي بيعلق لوروبة لواء وهو عسكري طيب انا ببشرك حاجة وقولي له ما شاء الله ما شاء الله ربنا هيتمم عليك المدة بتاعتك وهتخرج بامن وامان لا ده انت هتكون محبب للي معاك لزميلك لقائد بتاعك ربنا بمعنى تقصح هيحبب خلقه فيه ابشري خير وبشريه ان ربنا سبحانه وتعالى هيفرحه قوي ده علق له رتبة لواء يعني رتبة عالية قوي ده معناته ايه معناته ان الجند ده الراجل اللي على دماغنا من فوق ده ان ربنا هيفرحه قوي ان ربنا هينصره هيرجعلك بألف سلامة وان شاء الله مش هجر له حاجة ولا حد تاني ان شاء الله يجر له حاجة طيب بيعدل للرئيس السيسي الجرفاتة بتاعته ده شكله بيحب الرئيس قوي شكله بيحب الجيش بتاعه شكله بيحب الخدمة بتاعته قوي فكل المنامين دول بيؤكدهم على ان ابنك ما شاء الله عليه انا بفرحك هيرجعلك سليم هيخلص مدته بامن وامان هيحبب فيه اللي جنب منه لا ده هيعمل عمل القادة بتاعته هيشكره ويمكن ياخد عليها مكافأة وبيدعينا يا حاجة محمد تمام كده طيب رؤية رئيس الجمهورية في المنام يا جماعة جميلة اوي 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 لو جه بيدحك مصطف شرخير جاي فرحان جاي بيركب للجندي لوه بيعزه لدليل على ان الريس كده من المنام ده ان هو بيرفع شائن الجنود الصغير قبل الكبير طيب معانا اتصال ام مريم ايوان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد اذناء حضرتك انا شفت حلم ممكن اتصاره اتفضلت حتى امر حضرتك طيب تمام انا شفت حضرتك ان انا دخل للحمام فلسه بأس من الباب لقيت قطة جاي بتجري ورح توقفالي قدام باب الحمام كانت عايزة تخش قطة قطة يا فندم قطة اه تمام عادت اتفضها عشان ما تخش شواء اقصتها بعيد تقومتني كثير وانا بات هتققها بالتلاح لغاية ان انا يعني رحت اسهل بابا على طوله محاجة وعادت ساعتها تنزلني بابا عشان ليشها او يعني يمحفني بابا عشان ليش حاجة ما حدش انت وقل له نحن تطرع عليه وقال لي انت بتاعيه بايه بقول ده كانت قطة وكان عايزة تخش على الحمام اه انت وقت القطة دي ما بوقتش لا وانا عشان رحت اضافر عليه وشوف احطر حتي انا حيوات لما اوقفت ابقى دور عشان رحت فيه بس طيب في حاجة تانية يا فندم لا شكرا ان حضرتك انت حضرتك انت حضرتك انيسة 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 حضرتك ام ماريب ام ماريب طيب يا ام ماريب اسمعيني ان شاء الله من التلفزيون افصلك منامك ان شاء الله طيب يا ام ماريب انت حضرتك شفت قطة وشفت نص منامك ولكن انا اختصر منامك في امر واحد واحد بسيط جدا ان شاء الله انا بقولك حاجة بسيطة جدا يا سيطة ام ماريب ان انت عشان تخش الحمام وقطة عايزة تخش وراكي وخايفة منها وعايزة بابا ينشهالك انا بقول ان القطة يعني بالرغم ان هي بتدل على مرأة او بتدل على بنت او بتدل على كذا واحيانا بتدل على حاجات تانية مشان نقدر نتكلم فى دلوقتي لما بيجينا حاجات تدخلنا في هذه الامور ولكن القطة اللي بتجيلك في المنام وعايزة تخش الحمام وبتجي وراكي الحمام اولا يعني ايه الحمام انا بخش بقض فيه حاجتي بخش باخد فيه استحمام بانضف باخد رحت فيه فده دليل على ان انا بخش بتكشف عورتي ببان قطة عايزة تخش وراي طب يعني ده قطة حاجة غريبة فان هنا بقولك اول حاجة انا عايزة كما تخش الحمام تقولي دعاء الحمام اعوذ بك من الخبس والخبائس حتى لو انت دخلت الحمام وانسيت اقولي بردك اعوذ بك من الخبس والخبائس تاني حاجة اني خلي بالك يا سيد تم مريم احذري من حد بيتلصص عليكي حد عايز يعرف اسرارك حد عايز يكشف عورتك يعني ايه يكشف عورتك الاسرار بتاعت الانسان اللي هي بتخصه بيته اسراره اكله لبسه حياته مع اهل بيته او حياتك مع جوزك ان فيه حد عايز يتلصص حد عايز يخش يعرف عنك حاجة لانه عايز تخش معاكي وانت خايفة منه فانا بقولك احذري من حد ممكن يكون قارب قارب منك جدا تب يخش بيتك انا بقول بيخش بيتك لان هو دخل لغاية الحمام فاحذري من واحدة ممكن انت بتكلمي على اسرارك معاها ممكن بتحكي لها عن بيتك ممكن بتحكي على حاجات تخصك انا بقولك من دلوقت سطب يام مريم شطب موس يعني سكوتي خالص ما عنتش تقولي اسرارك لحد وخلي بالك وان شاء الله ربنا يحفظها لك بإذن الله والله اعلى واعلم طيب هنرجع تاني لرؤية السمك وانا قلت السمك المملح لو انكلته في المنام وبحبه في الحقيقة رزق ومال لو انا ما بحبهوش في الحقيقة وشفته ده دليل على بعض الهموم والنكد اللي بتروح بسرعة جدا جدا طيب هنا سمكة القرش في المنام كمان وبعض الأسماك اللي بشوفها في المنام بتدلل على خير كبير اوي بتدلل على منفعة بتدلل على رزق في خير جاي سمكة القرش لو شفتها في المنام واكلت لحم من لحمها يا الله على الخير والجمال والرزق والمال اللي جايين في الطريق خير جاي قوي قوي طيب امت خاف لو عضتني لو عضتني أرجع وراء استعز بالله من الشيطان الرجيم أخلي بالي من حاجة ممكن تصبني على طول لما أشوف أي منام يخوفني استعز بالله من الشيطان الرجيم وقام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحدث به أحد إن شاء الله لا يضرني ولا ينفعني معانا تصل طيب تمام طيب هنا في حاجة كمان أخيرة هقولها لكم اللي هي إيه لما أجي أكل سمك ولاقي ونباكل السمك شوكة دخلت في بقي ده دليل على إن ممكن يحصل ما بيني وما بين حد من أهلي مشكلة يحصل ما بيني وما بين حد من المقربين لي خصام ويكون خصام شديد أوي 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 طيب أتمنى يكون الحالة أعجبتكم أتمنى أن أنا قدرت أن أنا فيتكم اللهم أجعل كل ما أكلته لكم شاهدا لي أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا شاهدا علي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اللهم استرنا اللهم أعطينا ولا تحرمنا ربنا يبارك في حضراتكم شكرا لحضراتكم وانتظرونا إن شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله على قناتكم المميزة قناة الصحة وجمال وبرنامجكم شوفت منام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة